ايهيييييييييييييييي seated مامي خرجت رايح تزروح ده صاحبتها عيانة مالك يا حبيبي؟ ده قابلاً ما فيه اشي غريبة انت رجعت بسرعة قوي كده ليه؟ مش المفروض يا حبيبي كنت اعتمشي مسافة طويلة عشان تخس؟ بيتمشي مالا عايزانا راح اتمشى تاني اهلاً اهلاً وسائل خير مسائل خير يا حبيبي اخباره ايه؟ تمام يسعد نساك يا دناي أ주고 ما تjetليمشه النهاردة يا سعيد ما هو بيتكلم كل يوم يا طنت وقالها هيرجع امتا?! ما بيتكلمش مابا في الحاجات دي يا ماما أصدق مالي يا أخي يا بيتكلمك في ايه؟ بيتكلم في الشكل بيتطمنين الشكل الراشي إزاي؟ كيف انطلت يا حدي آه؟ يا يا ماما استني على سعيد شوية ده لسه جاي من برة يا كله لقمة و بعد كدة بيسألين طييل شخصة طبعاً يا إختي طالما جوز جامَك وف خضنَك الدنيا وما فيها الله هو اكبر الله هو اكبر هتحسد البيت كمان ربنا يهنيهم ويسعدهم ياختي والبيت اختها اللي متعلقة لحد الوقت يا امينة اعمل فيها ايه ياختي متعلقة؟ متعلقة ازاي يا ماما؟ بندق كل يوم يكلمني يقول لي ها يا تانت الحج يجي من السفر ولا لسه؟ يا دي ميكي وبندق اللي انت مش علقانة بيهم دول ما قلتلك اسألي سعداء الاول رقيها ايه في المجلة دي قصدي الجوازة دي فاطمة ايش بندق دا يا بنت كان عايز اتجوزك؟ ايوة يا تانت امينة تخيالي كان زماني دلوقتي حرم الاستاذ بندق وبيقرقشوا دي البي اختي كان هينفعنا في رمضان كنت حشلة بالقطايفة بطلوا مقلسة بقى علواد بطلوا مقلسة انا دلوقتي عايز اعرف رأيي الحج ايه في الموضوع ده؟ لا يا تانت يا بتهايليش انت عايز الحج نفسه شفت ابنك يا امينة؟ شفت ابنك؟ هو امراته يا اختي عملين يلقفونا البعض ما انا مش فهم انت بستعجلة على ايه؟ هيرجع والله العظيم هيرجع اهو راح وقال عدولي يا قلبك يا امينة ايه يا اختي مش همك؟ ان جتي للحق انا هتجنن لكن بايدي ايه؟ انا بقول يعني سعيد يكلموا بكرة ويقولوا ان سعدية جاهلها عريس وان احنا بقى قعدين مستنين الرب ما بقى قوم انا اوصل لغاية مفزن الورية اجيب الاصناف اللي نقصنا ماشي خل الطلبية دي معاك لولاد الحج حامل هم يدفعوا اللي متأخر عليهم؟ لا اما الحج قال نستنى عليهم لاخر الشهر عشان ما ازدوقيني اليومين دورة خلوا يا اه بس ده كتير قوي يا سعيد ما هو بقى ابو كان صاحب الحج انتنساش الحكاية دي الله يا رحمة يا سلام عليك يا حج تعرف يا سعيد برغم ان بختلف مع ابوك في حاجات زي كده لكن بصراحة الحج ده مفيش واحد اخول يومين دورة ربنا يخليه لنا الله يخليه سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما تتخرش عام حسين وبعتلي طوب بسرعة عشان محل كده وهيه الو ايوة انا يا حج ازاي الصحة الحمد لله تمام انت اخبارك كويس الحمد لله الشغلة ماشية تمام الحمد لله اه بعت الولاد الحجة حامد الطلبية اللي هم عايزان بعت مية وخمسين الف والبقى هسددهم الاسبوع الجاي ماشي كنت عايزة اقول لك يا حجة اه طنطنقة بتقول لك يا ريت ترجع بسرعة عشان فيه عريس متقدم بسعادية وعايزة تاخد رأيك فيه يعني ايه يرجع بسرعة هي الناس يا ان انا عريس طب اللي متقدم ده مستعجل على ايه ما استنى ما تهل انا بعروسة الاول يعني هي الدنيا طارط طب اسمع سعيد قلوهم ان انا زعقتي في الجامل وقلت انا هرجع وقت ما يعجبني اه ويبطلوا زني واجع دماغ هم عارفين لما زربيني بتطلع مفهوم؟ طبعا طبعا مفهوم حاضر حاجة حاضر مع السلامة مع السلامة ما على الرسول الا البلاغة يا نبيل ميتو الباب يخبطي حبيبي بعدين نسيبني النايم ايه اللي بعدين ده؟ حبيبي مش هتقوم تفتح؟ نيت فليب ايه طيب ايه 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 ده؟ كل الحط ده ماش هتقومش حبيبتي ايه ده يا احتحالي نمدى حد دلوقتي ايه ايه انت لسه نايم انا قلت حلقكم على البلاجة لا 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 بس انفاك الكاملة دي؟ كده برضا اه وده دي جبتلك يا سبتي معنا مروه عشان تتسبيتك ليه واجوزة ما بيسلهاش ولا ايه؟ ايه ايه يلا يمام يتفضل اتفضل ايه اول حاجة بتقول لي لسه نايم؟ والله يا بابي كل يوم افضل اصحي فيه اصحي فيه اصحي فيه يا دولي تاعبان مش ايه ده تاعبان؟ ايه تاعبان دي؟ انت عملتش فيه اقول بس بقى الله ابل ما جاءوز ثلاثة ازاي ستلع رايز ما هم بقوش ثلاثة يا طامت ما هم زادوا واحدة اه اه قولوا لي قولوا لي بس انتوا قواد ولا لا اه طبعا اين انا طلبت طبعا رويا السويت اربع سرائل عشان انا و كريمة وبالنسبالها جلت لها السويت لوحدها طبعا لازنكم بقى هاروح اقول لي مين انتوا جيتو ها؟ يا اخي مش لاقيها مش لاقيها مش لاقيها عنين ميتو دي؟ مش لاقيها عنين ميتو؟ ايه ازا ما كنتش لاقيها اعني متولحت ليها على مين؟ حضرق لك حتة دين مفاجأة؟ ايه ده اوش اللي بره دي؟ ما هي دين مفاجأة يا حبيبي؟ انت عارف بقى مين اللي بره دلوقتي؟ مين؟ بابي ومامي وماروة وايه اللي جابهم؟ يا حبيبي بنراحواتي صوتك يسمعوه؟ ما يسمعوه؟ ايه اللي جابهم احنا لسه في شر العسل؟ حبيبي ما فاش حاجة بس جاييني جاييني سلونا يعني؟ يسلونا؟ واحنا نقصين تسليك؟ طيب طيب نتكلم في الموضوع ده بعدان يا حبيبي ممكن بقى تقوم دلوقتي ونفتر كلنا سوا؟ يا دي الغم اللي على الصبر حبيبي ما احب تشوفك مباوز كده؟ اه يا عدينك فيكو شر الجايين شر؟ هو بابي ومامي يا شر؟ كده برضو يا ميتو؟ بلا ميتو بلا زفت لا 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 يا الله الله مية جميلة جدا تركواز هيلة وتلت بقى اه اه انا شباب مش اي كلام يعني وتلت ونزلت يا السلامة تقومي يا مر ما تقومي معايا لا كريمي احنا ياما عمنا مع بعض مش اللهار دا يباح جديد مش اللهار دا يباح جديد مش اللهار يا خلاص يلا يا ألفت لا لا يا باجت بيه لحد ألفت وربط اه انا امراتي ما بتنزلش البحر ازاي بقى يا حني؟ دي ألفت احسن واحدة طول دا كان زمان دلوقتي هي على زمة راجل وانا مقبلش مراتي تلبس مايو تقف عريانة قصاد الناس لا لا بقى يا حاج دا انت كانت بقى موضة قديمة خلاص يا حبيبتي لما يجيلك نصيبك ان شاء الله اتجوزي على الموضة الجديدة طب بلاش طول نركب الجيت سكي زي اللي هناك دول برضو هيبتح الله انا مش مستغنى ان عمرها الله امال هي جاية هنا تعمل ايه؟ لاي لاي لا الله جاية هنا تعمل ايه؟ جاية عدم المؤخزة تقضي شهر العسل في هدوء عارفة يعني ايه في هدوء؟ رأيي في السلام دا يا اونج رأيي؟ انا بصراحة بعد تفكير وتمحيص في هذا الموضوع بالذات هقول لك رأيي؟ رأيي؟ انا مليش جعوة انا لاي استمتعه بس وينش يا تن؟ اسألي يا اخت صاحبتك انا بصراحة مش فاهم ايه دخلك في الموضوع من اصله سمعي ستقل فت؟ قومي بينا على فين باس؟ نتمشى نشوف حاجة كويسة عن ابنانكم باس؟ شاكي باجة؟ شايف بقية الزوق؟ في رجل في الدنيا بالشكل دا؟ كريمة هم دول اللي معاهم فلوس يا ابن شير الموضوع دا من دماغك احنا فين وهم فين؟ يا بابا سعدية بنت كويسة وعجباني وهي كمان بتبديلني نفس الشعور انا بس خايف من الحاجة مش عاوزوا يفتكر ان احنا طمعانين فيهم على عموم انا حستنى سعيد لما يجي عشان اخد رأيه وانت فاكر يعني ان سعيد حيقدر يعملك حاجة الرأي الاول والاخير للحاجة هو مش الحاجة صاحبك يا بابا وعشان كده انا الان مش عاوز الصحوبية اللي بيني وبينه تنكسر وساعتها بأنا اللي غلطان غلطان؟ غلطان في ايه بس؟ عشان اتخطيت حدودي مهما البني آدم كان صاحبك لازم برضو الواحد يحاسب في معاملته معاه لازم المقامات تبقى محفوظة ودي حاجة ما تزعلش يا ابني بس الحقيقة بابا سعيد عمره ما خلانا حس انه يقل منه في حاجة ولا الحاج دا الحاج يمكن اكثر منه كمان بس لازم الواحد يحط في عينه حصوة ملح والله العظيم ثلاثة يا بابا انا مش طمعان غير في سعادية نفسها حتى لو كانت فقيرة وعلى قدها برضو كنت حبقى عايزة تقدم لها سامي ازاك سعيد ازاك سعيد ازاك سعيد طيب اساب كنت بقى واشوف شغل الليك يا عام حسين وقفت معانا انا زباين لسه ما كبسوش قوي يعني انتو كنتو كنتو بتتكلموا في موضوع الحقيقة ايوة سعيد وهو برضو نفس الموضوع اللي انا كنت جاء لك علشان خير يا سامي ايه يا قولك مش قادر ومش عارف اتمن بقى يا حبيبي شوية اتمن مش منا اقول انت مش هزبوبي اكبر منك وبيرقص ورا شابل وقفين جو كلهم ربنا يديروا الصحة بس انا مش قادر طيب حقولك على حاجة حقولك على حاجة بس بس قالتني اللي خطوات بسي تأوي سهلا بسي قلتني دي حالة بسيتها خالص تهلاحول بس سامي خطفت كده كمين ما هتلع بطني مش كده لا 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 مش عارف لا 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 احنا اول ما نازل مصر بقى لازم اعلمك بقى الرأس في معهد حالة بقى الرأس في معهد بقى الرأس ليه يا حبيبي حصل ايه؟ جالي عريس النهاردة عشان ساعدية شكل كده بقيت ونية يا امرأة على الفكرة يا باقى ترجوك جرى قاوي جرى ايه بقى يا سعيد؟ ما تخش في الموضوع ما تبقاش بايخ سمعت الجنن ازاي؟ اخسالك يا سعيد ما تقولها بقى هو مين وتريح؟ ما هي عارفة عارفة؟ طب وانا هعرف منين هي طب يراك بقى ان من كلامه معايا عرفت ان انت عارفة هو ايه الحكاية؟ انا مش فهم حاجة خالص مش مهمة تفهمه وانت اللي هتتجوزي ها انت ايه رأيك يا سعادية؟ رأيه؟ رأيه في ايه سعيد مش لما عرف هو مين الاول؟ ايه ما انت بتطني خبصة بقى انت عارف ان هو سامي سامي؟ سامي مين بقى؟ ابن عم حسين اللي بشتغل عند عمي؟ الله ايه وملكة خضيتي كده ليه؟ لا ابدا يعني معقولة يا سعادية؟ الله طب ومش معقولة ليه يعني يا بطة؟ يعني اصلا انا متهيقلي كده ان لا ماما ولا عم الحج هيوافق على الموضوع ده قال يا سعيد انت موافقة؟ ايه خلاص استعدي بقى المعركة بس انا متهيقلي يا سعادية ان المعركة دي خسران خسران المهم يا فاطمة انت لو سامحتي متجبيش سيرة لتنت نعمل دواتي خالص الله امال مين بس اللي هيقولها يا سعيد استاني لما بابا يرجع انا ليه كلام معايتين ولو ان شكله كده مطاول هل سدوبلي اك هل سدوبلي اك مالك هل سدوبلي اك هل سدوبلي اك انا هل كان معاوز على طعام حدينام دلوقتي يا راجل يتكتولي ايه كلام ده ثم يعني انت مستحجل على ايه مستحجل على ايه؟ انا عريس عريس وفي شهر العسن ايه انا عملت ايه من عريس ما كلنا كنا هارسان قبل كده عملنا به ايه غير وجع القلب يا راجل انا عريس بنتك طز طزك مين بقى لا لا ما تسميش غير اتحجل انا بحيبك هاوي معقولة طز ببنتي وفي اللي خالفوها كمان انت مستحجل السجل كلك تنسي عارف ليه؟ اتعال معاو اتعال انا انا اتدرس الحياة والموقف وانا اتفاهم الدنيا بحاج الناس ده مزاجاتي تفلع لي في القلب عطولوس اي كلام هو عدا حاجة انا بصراحة مش عارف اتشرف ده ازاي انت شارب ازازة الليلة ما تاخذنيش حد يلاقي قدامه الشرب والويسكي بالذات ولا وخصوصا ان فيه بنك بيدفع اه لا حضرتك اذا بتتكلم معاو بحاجة تانية خارج ده مش كلامي ده مش اللي انا فهمه يا انا انا معتدل يعني الحمد لله انا قديم مش لسه جديد في شؤل البراط حضرتك حماك انا لازم تدفع لي لازم تدفع لحماتك ولازم تدفع لللي خلفونا كمان اه بقى العبارة كده قول حضرتك هي الدنيا كده هات خد وانتو بديتوني حاجة وانتو بتاخدوا بس لا احاكل تعمل زي القطط بتاكل وتنكر احنا الدينات جوهرة جوهرة تمانها غالي قوي قوي للي قدارها هتفضل تسدد في تمانها لطول عمرك اه احاكل ده انتو حكاية بقى شو اقولك احنا عائلة فلحك هتدعينا هه اخمال ايه احنا مش اي كلام وبس منحبك كاعني هتلينا من فضلك يا إزاز سويسكي قال الحاج يفتح مخه معهنك وإنها هفتح أكثر من كلك ما تجيبش يا ابني الإزازة شوفي بقى يا فوفو يا حبيبتي حيجيب لك إيه دية بشهر العسل إيه ده؟ هو المفروض اللي عليك أن يجيب لك دية بشهر العسل؟ إيه ده إيه ده؟ إيه ده؟ ليفتش إنشي خايبة أو إيه؟ الله الله ده إحنا تنصحنا أوي ست مروا طبعاً ما تفطميها يا طامت الخايبة دي أمال إيه؟ هو كان يطولي طبعاً على أموم إنتي تحاولي تراجي منه اللي تقدري عليه إنتي ناسي أنه متجاوز ثلاثة وكل واحدة فيهم عايزة تاخد منه اللي تقدر عليه يالله يا قلت هم؟ أمالبهجة فيه؟ يعني نايم متلقح في البار عايز حدي تشيله إيه يا حبيبي ده إزاي تسيب بابي كده؟ طبع زينا أحبير له إيه يعني ألفعه على كدفل حدي ما نهمه على سريره؟ إيه الطريقة اللي أنت بتتكلم بها ديتي متولي بيه؟ مش بيقول لكل شيخ طريقة؟ هذه طريقة عدم الموارضة يعني يالله ألفعه حبيبي حدي لابسك يا حبيبي مش كده أنا تعبان وعاوز أنام عن إذنكم يالله أمو أمكل مين اللي هيجيبه؟ ده إذا لقتوه؟ لقتوه؟ ألو مساء الخير وحياتك عاوزك تحجزني على أول ترة نازلة مصر بكرة الصبر مطرحين؟ آآ آآ أنا والمدام طيب أشكرك مع السلامة ما تتكلمين؟ كنت بحجز الطيارة إيه ده؟ إمتى؟ بوكرة الصبح كده على طول يا حبيبي؟ وعلى عرض كمان طيب يا حبيبي قلبي مش كنت القابل تاخد رأيه؟ روح قلبي أنا شايف إن إحنا قعدنا كفاية وبعد كده أنا ولاية شغل كتير يعني كده برضو يميته؟ وإنت حبيبي مش مبسوط معي؟ روح قلبي أنا مبسط معاك في أي حتة لكن دي الوقت بيتنا أولى بيننا تبقوا الناس اللي معانا دورك لا أنا ما يومالهم إزاي حبيبي هم مش ضيوفك؟ أنا ما عزمتهمش آآ يعني إنت مش ناوي تدفع حسابهم؟ لا إلا إلا الله حاضر حاضر عشان خطرك هدفع وكمان عشان أرحق أبوك قبل ما يخلص على كل أزلز الخمرة لفلوكاندا خلاص؟ هو عشان شرب مرة على اثنين؟ لعلمك بقى الناس الشيك هما اللي بيشرب الحمد لله أني مش شير عندي خبر ليكي كويس يا ماما أيوا بابا راجع النهاردة كلمني في التليفون لا كلمني وقال لي أن أبعط له العربية على المطار وبيقول لكم جهزوا غدا كويس أيوا بلغيهم بقى طي، عايزة حاجة؟ يلا مع السلامة يا نبيل موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من هنا ورايح اول ما العربية تقف تنزل وتفتح لي الباب مفهوم؟ برعي ايوة حاج بعد كده تلفز اللي تقول عليه المادام على طول حاضر حاج حاضر كانت كدهية حمد الله على السلامة يا حاني شفت ما قالت الزوم؟ بتقولك حمد الله على السلامة ما عبرت ومشت بتكلمة واحدة شفت يا مبراهيم؟ لا رد علي ولا حتى بصلي معلش يا ستة امينة يا خسار يا حك ايه اللي غيرك كده؟ خش برجلك اليمين وما تدقيش اللي يدقي في المدة يتعب وانا مش عاوزك تتعبي ابداً يا روح قلبي وانا طول ما انا معك يا حبيب قلبي عمري ما هتعب ابداً الله 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 اه ده الكلام اللي يفرح القلب يلا انا عايزك تغيير حدومك عقبال كده مطلب الغداء طب يا حبيبي هتديوك من اني محل محل؟ فاشر انت عايزيني اكلك اكل سوقي وانت نصف شهر العسل؟ لا روح قلبي الاكل هتعليها من تحت اكل زي الشهد هتاكل صوابعك وراها طب قللي يا حبيبي هم عندهم تحت طبخين؟ هم احصل طبخين بس يا حبيبي انا خاف اكل من ايديهم بقى يكونوا حاطين لي سم ولا حاجة؟ الله يا زيكي ليه؟ انا متجوز بنات رايا وسكينة؟ اتطمين يا روحالبي قبل ما هتاكل لقمة واحدة هكون بلع لقمتين يلا بقى خش غير هدومك اوكي قالوا انا متولي سعيد طلعوا الاكل فضلت مسكة روحي عشان ما حط الهشل سم في الاكل سم ايه يا كلوبطرة؟ ما تضربيا بالقبقاب زي شجرة الدر احصل غزبنا عني يا امينة جوا يا ياختي نرقاي ده المهم دلوقتي هنشوفه ازاي هنفضل ياختي مستنيين لحد ما يزهق منها وبعدين يرجع يقسم بيننا تاني وفريدي يا ستي مزهقش منها ومردش ينزل لنا هنعمليه وما يرضاش ليه؟ راحت علينا يا ياختي ولا راحت علينا تصدقوا وتؤمن بالله لو عمل كده هشتغل لهم في اللازرق بلاش اللازرق ولا احمر بقى يا نعمة طلق فاية سكوت سكوت حلينا نفكر قال عندي فكر هقول لنا عليها بسرعة نمثل ان احنا فرحانين ومفيش بيننا وبنا حاجة ازاي يعني فاهميني؟ نطلع نبارك ونتحد ومبروك يا عروسة ونجيب لها كمان هدية نعم ياختي هدية؟ الله العظيم ياختي كاتهارزية اهو دل ناقص نطلع نبارك وكمان نشتري هدايا انا بقى بالذات محدش انتظر مني نجيب هدايا للبنت دي اوكي؟ مسيلي يا مديحة مسيلي ادها بخسارة فيها حتى الشوكولاتة انا هقول لكم جيب ايه؟ يا سلام اما حتة اكلها ولاد الايه دول عارفين المطلوب تمام حبيبي انت قصلي اللحمة دي اسمها ايه؟ عكاوي يا يا حبيبي دي بلدي قوي بلدي ايه؟ هو حد طيلها الاكلة دي هي اللي بترم البدن وتخلي العبوز يرجع صابي امامي يا حبيبي انا ليا بقى ادلوقتي عندك شوية طلبت واموري يا روحالبي اعيز يا حبيبي تطبخ وعايز صفراجي طبخ وصفراجي؟ عشان ايه ده كله؟ علشان يطبخ يا حبيبي يطبخ لنا الاكل وصفراجي يقدمه لنا سوفى يا هو ححالبي انا فيا خسلة ماقدرش بتطلها خسلة ايا حبيبي انا ماستطعمش اللقمة الا زكات من ايد مراتي والصفلة ما تحلوش في عناي الا زهي ترص تلطباق باماك طب اشمعنا بقى لما بنأكل برة بكون مضطر والمضطر يعمل ايه؟ يأكل الصعب ايه دا حبيبي هو انت يعني كده عايزني اطبخ بنفسي؟ طيب اين قلت الرضا؟ بس انا يا حبيبي ما بعرفش اطبخ تتعلمي طب مين بقى اللي هيعلمني؟ في تلاتة تحت ما يتخيروش عن بعض ايه التلاتة دول بقى بيكرهوني جرابي انت تحبيهم الاول ولهم مقدرتيش انا اكلم بطة امرات سعيدة خليها تعلمي البيت ما تتخيلش على امها ايه ده يا حبيبي انا هخلي واحدة اسمها ببتة تعليمني الطبيخ عاد في ببتة لي مش عجبكي دي ورسة عن ابوها تجارة بالملايين ورغم كده جلس هيشاول لها باصباعه تقول له شبيك لبيك ملايين اه ابوها كان اكبر تاجر مني فاطورة في البلد اه علشان كده بقى انت اتجاوزت مامتها لو كنت اتجاوزتك انت لسبب كنت اتجاوزتها هي لسبب خلينا بقى دلوقتي يا حبيبي بقى في المهم ايوه خلينا في المهم تعالي جميل يا ياميتو بقى ما بقولك خلينا في المهم وفي اهم كده طبعا يا حبيبي الهدية ولا انت يعني عام لفسك مش اخد بالك هدية هدية ايه ايه ده انت مجلتهاش بمناسبة ايه اخصاليك يا حبيبي بمناسبة الهانيمون شحر العسل كل الازواج الشيكي يا حبيبي بيعملوا كده اول ما بيرجعوا من الهانيمون والشهر العسل بتاعهم بيجيبوا هدية لزوجتهم خلاص انت مادم بتقولي يعني رجال الشيك بيجيبوا هدايا في شهر العسل انا كمان لازم ابقى شيك حاضر بس يا ترى انا شيك مقبول الدفع ولا بدون رصيد ومين يقدر يقول كده يا حبيبي ده انت البنك بحاله ما قلتليش بقى يا حبيبي هتدلي ايه بقى هدية حيلك علي بس عشان تبقى مفاجئة ولا هو اكلي وبحلقه مش كده يا نعمة ايه بالراحة بالراحة انا ايزا قلق منامو بالراحة بارك معلية مش عاريس بالراحة بالراحة محدش يعمل كلمة عارات ايه ازي حضرتك لو جاين بربط المعلمة تتضلوا بسم الله الرحمن الرحيم انت مع اعرف سلع التحليل متى لا اراحش قريب ما شاء الله ما شاء الله انك مش حالي لا دي وساعد قوي وساعد عربي ايه ايه يا رجال كمان ثلاثة على واحد ايه ايه واربعة على واحد ايه ايه عايزين ايه دول عايزين يبركولك يا روحالبي ها ها يا سلام هم نس يعملوا فيي ايه المسامح كريم وحجولك لحد عندك برجلهم يلا يلا بقى غارب دومك انا شارف ان كل واحدة منهم جابالك هدية حقيقة ميتو مش بقولك دول قلبهم مبيض يلا يلا غارب صراحة ايه جبت يا نعمة انا يا حبيبتي جبتلك هدية مفتخرة شب شب كل ما تخش الحمان ابقى فتكريني الله يقرب عليك يا نعمة الله يقرب عليك شوفتي بتحبك ازاي بيبش وانت شايفاني بمشي حافية يعاني ولا بمشي حافية مت هيا يدخلولك انت يا طانت بيبش ايه بيبش 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 هي حرة صفوها لا يا اختي انا مش قصدي والله لعلمك ده من النوع الغالي قوي اه وانت جبتي ايه بقى مديحة انا جبتلك بقى هدية بس اه شيك قوي حتى اعجبك موت حتة بروكا انا اللي سبغيها بأدية اتفضل بي حالي بيبش بوريك اصلا انا مش قرعة خليها لك انت كمان يا طانت يا اختي بوريك 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 وجبنا سبوها اه وانت عمينا بقى جبتي ايه انا والله جبت حاجة كده مش قد المقام بس البيوت كلها والله بتعتاجها شوية اسعافات اولية قطنم وكروكروم وكريم عشان الهرش اصلا حافظ المنطقة وبلاستر في ايه اه 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 حقنا شراجية اهيه افضل افضل ايدي اخذ حاجة ليه تعبى نفسك كده يا دكتور معقولة وكريم هرش ليه قالوا لك علي اني جربانة عجبك كده يا ميتو اه ميتو لا يا حبابتي ان شاء الله انت وابوك وامك وليعلك كلها بتفوولي عليها ليه يا بيت بقولك اه لو انت مش عايزاها يا حبابتي احنا بقى نتمنى تراب رجليه ميتو دي تتليع متولي يعني هي بتدلعني تدلعك تقولك ميتو سحلية مشت على حيتو ده حتى اسم الموشستاي الخارس لا يا ميتو لا 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 بكتير قوي قوي انا مش انا استحمل كده اشوف لك حلبة مع السلاسة المرح احنا سلاسة المرح احنا سلاسة مرح يشي خاروحي وانت عامل زي عفرة العلبة كتكداهية بس ماس كفاية مجرى ايه دي هداية تجيبوها جاين تتمهزقوا عليها دي عروسة لسه مراب عانتش ما هي خاية ما هي اللي احمرت واصفرت واخدارت اول ما اخدت الهدايا منها ايه مش قد المقام على رأي المسل النبي قابل الهداية ادخل اصالحها يا حاج لا لا ما حاسب انكم اخشلها انا اللي هاخشلها اصالحها واحيلها يا مستي تحيلها تحيلها ده ايه تحيلها لا ايه يا راجل بقى الحاج متولي بجلالة قادره يدخل ورا واحدة مفعوصة زي دي ويحيلها جلالة متولي هتبتدي من دلوقتي يا اخويا اتدلع ولا ايه من حقها زي ما اتدلعت وزمان هي كمال لازم تتدلع دي عروسة لسه مراب عانتش ولا ايه امينة اتدلحها يا اخويا اتدلحها او شخلعها او النبي شخلعها خلاص خش دلع وشخلع بسرعة عندي موضوع مهم عايز اتكلم فيه معاك ده اللحة بالرحة يا خاج مايبس لو كابت استهلك وتعذرته انا مش عارفة زقبة وحش كده ليه بساتر دي طقلة اه يا ناري اه يا ناري لو تصابوني عليها اطبق في زمانة رقبتها واخلاص منها بس من غير عد يا نعم يعني ايه مش عايزني يا زعل انت مش شايف الهدايا اللي جايبان هالي ايه واحدة جايباني بابش والتانية التانية جايباني بوريك انا ليه وانا قراها ولا بتالك اللي عملي دكتورة جايباني كريم هرش انا انا عملي بحرشة هرشة واحدة بس انت ايه ما قلت لهمش انا بنتي مين ما قلت لهمش عالتي مين بابي ومامي يبقى مين قلت لهم يا روح عزبي قلت لهم بس بصراحة مماردتش اجيب سيلة ان ابوك راجل خمول جيب يدلمك في القدرة مسكر لانه ماهما كان حماية ومحبش حد يجلح سيرته بكلمة مين العزموم يطلعوا عندنا اكيد اكيد انت اللي عملتها من ورايك ان شاء الله مو عجبلك هديت شغل العسل ما عزبتهم هما اللي طلعين بنفسهم السودول بيعرفوا الاصول والواجب وبيني وبيني هما جايين يجروا ناعم معاك ويصاحبوك انت بتسمي قلة الادب وقلة الزق دي جر ناعم ما عليش يا حبيبتي ده سلوهم انا مش عايز اقولك نعمة الله جابت ايه المديحة لما جوزتها مديحة مزعلتش مخايا كبير ضحكت وقامت بسيتها وبقى اصحاب الروح بالروح يلا بقى يلا اخرجي يلا اخرجي اهدي كده واخرجي لهم انا مش عايزك تبقي ضعيف اقصادهم وإلا هيستقفوك وهتبقي تريقتهم في الراحة والجاية علشان كده انا قلتلك نسكوا بعيد عنهم دول ناس دول ناس بيئة لا لحد هنا قد فرملي دول متجوزين الحاجة متولى وانتي اخرهم يعني مستواك من مستواهم لا تزيدي ولا تيلي كل ده بيسالحة ايه دلعها المارك ده اللي احنا عملناه فيها مش قليل كيف هيك ده يا نعمت ما قولك ايه يا امينة مش طالبة يختيح انه يتقلبك دلوقتي اديها ما ترحمهوش يلا بقى السورة يا جماعة اصلي كنت بصلح الميكب وده ايه اللي قسره دلوقتي ياختي هو ايه ده ادي العدي اللي بتقولي عليه اصلاها بتتزوق اصلاها من غير مكياج متعرفيهاش كنت عايزة تقولي حاجة يا نعمة خير خير طبعا يا حاجة انت ياخويا ما شفتش مني غير كل خير طبعا عمري ما شفت من وراك يا غير كل خير ما تعملين لنا حاجة يا ألفة تنشرفها حاضر تشربوا ايه بقى ياهوانم شربات عهوة بواش اي حاجة من ايدك يا حبيبتي يا ريت مغادة تشرب ايه يا ميتو اي حاجة حاضر يا حبيبتي حاجة وصيها ما تدلعكش قدامنا يعني ميتو ميتو روحتم ولا جيتو انا بتفرس منها بصراحة معاك يا حقي يا عبر بصراح يا حاجة دلعها مايسخ اوي ما تتكلمي يا نعمة بندق ابن عم فاطمة ما له سفرق اعلوز ده تكلمي يا أخي عشر مرات عايزي اخد البت سعدية والتقول استنى لما شاور الحج الاول اولا ان الراجل ده قليل الزور ازاي كلمك انت وما كلمنيش انا الاول بناتك دول ولادي ثانيا انا مش موافق معاك حقي حاجة انا مش عارف انت ازاي عايز اتجاوزي بنتك الواحد اسمه بندق ايه بندق دي الاسماء مش مهمة يا مديحة لكن الجماعة دول سبق تقدموا الفاطمة لما اتجاوزت جاي دلوقتي تقدم لاختها انا كلام ده ما يخشش دماغي وما فهموش غير ان ده طمع فينا وانا موتي وسم الطمع انا معاك يا حج وانا كمان متزعليش مني قبلها ازعل ازعل ازاي ده انت اخواتي ومصلحتي هي مصلحتكم انا فرحانة قوي قوي يا بطة ان عم الحج رفض الاسم بندق ده يا ساتر الف 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 مبروح طب فريدي بقى ان عملك الحج كان وافق كنت هتعملي ايه يا سعدية حقه يا بطة دي كانت تبقى مصيبة ليه ما كنتش هتقداري تقولينه لا مش عايز اتجاوز اقول له لا ازاي بس يا سعيد ده عم الحج هو اللي مربيني وعمره مفرق بيني وبين بنته اشكي اه يبقى كنت هتفرقها الزبون التاني بقى معقولة طب ده انا كنت اموت في غيرك ماتوا قبل كده ولا حد احس بيهم ولا اهتم الله هي ايه الحكاية انا مش فهم حاجة خالص ما اللي انتوا بتقولوه ده بقولك ايه اطمع انا مش عايزك تفهم اي حاجة اصر عايزك تركزي في النور اللي جاي بس اللي بجد يا بطة ده انا حجاني نموت واعرف ولد ولا بنت ودي تفرق فيه وانت تفكريني من الناس المعقدة اللي عايز ولد خالص بالعك تبدأي نفسي ببنت بنت ده البنات الله 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 دي خالوا للحياة طعبة مختلفة البنات عمليون زي الحلم الجميل الله 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 سعيد انت ايه حكايتك النهاردة اللي حي جوزك يا بطة عمرك سمعتي بيتكلم بالطريقة دي؟ والله سعادية ابدا القصة اللي انت فيها اللي عايشاهدي من دول ماسرة فيها او سعادية وقلبت علي المواجه مواجه؟ وانت بقى كلك مواجه يا سعيد اما لي يعني ما حكيتش عليها ايه انا اصد حربتي مواجه معاك يا حقلتي اه 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 طيب تصبح على خير بقى ايه اللي فونجو دي وضعك وانت يا لتتضربة ايه قصة الحب بقى اللي انت عايشاهالي دي؟ ما ترد يا بطة انت النشان ليه؟ من الودة اللي انت بتحبيها سعادية سامي سامي مين؟ ابن عم حسين انت بتكلم جد؟ ايو حاجة بس هو الحياة خافة تقدم محسن حضرتك تقول لا اسمع سعيد اما تروح المحل بتاعك قول لحسيني اعدي عليها بعد ما تشطبه وخليه جيب ابنه سامي معاه ليه يا بابا انت بتفكر فيه؟ اعمل اللي بقولك عليه وخلاص شفت بقى تلاقي الحك عارف بطلب جوازك من بنت الست نعمة طالة واكيد زعج وجيبنا النهاردة عشان ينقرزنا بكلمتين ايوة بابا بس انا ما اجرمتش في حاجة عشان حضرتك تبقى القام بالشكلة وبعدين اي واحد في الدومة يقدر يتقدم لاي واحد بقيمة اهلها يرفضوه يا امه يقبنوه يعني مفيش اي داعي بقى لقيمة برضو يا ابني العين ما تعلاش عن الحاجة وكان لازم تفكر كويس قوي قبل ما تطلب الطلب ده من سعيد يعني نعمل ايه يا بابا عشان اتجاوز اللي عجباني تشيل على قدك يا ابني وبنش تبص الفوق قوي يا بابا انا مش طمعان فيه انا كل اللي انا عايزه سعادية وبس عمري ما حسبتها بالطريقة دي يعني ما يهمنيش بقى هي مين ولا عندها كان ايوة يا ابني انا عارف انك انت ما بتحسبهاش لكن هم بيحسبوه يعني ايه بابا تب نرجع تاني الراجل طالبنا ولازم نروح له وده الحج متولي يعني الراجل اللي انا بشتغل عنده يلا ربنا يجيب العوائب سليمة اهلا يا حسين اهلا الحمدلله على السلامة يا حاج الله يسلم اه ازاكة ساوي يا بابا ازاكة حاجة عدوا يا صرف قالوا اه يا باط السعيد فين طيب خليكي جنيحالا حسين وابنه عندي يلا بسرعا خليك قاعد تشربوا اياه الظهر ان بابا نويلهم احسن يستهل ليه بقى عملين ان شاء الله بصين لفوق ايو بس سامي مركزه كبير ايو بس بابا بقى بيشتغل ايه يا سلام يعني الفقير لازم يبرمج نفسه على واحدة فقيرة لا انا ما قلتش كده بس على الاقل ما يجيبش المشاكل لنفسه طيب خريد انا كنت فقير كنت يا دوية لا مش عارفة ليه يا حبيبي عمري ما تخيلتك فقير عارفة ليه يا روحي ليه يا سعيد عشان انت هبلة هبت بقى انا هبلة خير يا حسين خير يا حاج ايه بقى الموضوع لما اخذ حاج حضرتك اللي بعت لنا اه يعني انا اللي اتكلم ماشي انا سعيد ابني بلغني ان سامي ابنك عاوزي تجاوي السعادية بنت نعمة الله مراتي والله والله يا حاج لمو اخذة يعني ده كان كلام بينه وبنت سعيد وانا حاولت امنعه للاخوة اللي بيني وبينك لكن انا حخليه تأسف لك اتأسف علي ايه يا بابا انا ما عملتش حاجة غلط تستوجب مني ان اعتذر للحاج اخرس يا ولد وتلم هو علشان انا علمتك وربيتك وخليتك بني ادم بتنطحني بالكلام انا مش بنضحك بالكلام يا بابا انا عايز احفظ لك كرامتك اخلي راسك دايما مرفوح اه ده لازم سعيد ده لازم سعيد هكذا هكذا أخذك فهي سعيد السلام عليكم احلان يا سعيد يا ابن هكذا هكذا سعيد سعيد انا وسعين انا انت عوزك والسعيدين اشتركوا في القناة